الانتمنى رقمي باختصار هو انك بتقعد فترات طويلة على السوشيال ميديا انا بقى بجاوب في السؤال ده في الكتاب ده ليه الناس بتقعد فترة طويلة على السوشيال ميديا وليه لما بيدخلوا بيعملوا مسارات غير ايجابية زي بقى يدينا امثالة كده يعني هم في حوالي 15 عنوان في الكتاب منهم مثلا اول حاجة بدأت بها فاصل اسمه الاجتزاء انه بنتعود على اجتزاء المعلومة بنتعود على اجتزاء الرأي لو انا برفض يعني شخص معين عشان عمل تصريح مش عاجبني او عمل موقف مش عاجبني يمكن انت بدأت بحاجة دينية لا تقربوا صلاة وانتم سكره علشان ده حصل فيه كلام كتير ده كميسال هو كل فصل بيبدأ بمقولة دينية او مقولة فلسفية وبيبقى فيه امثلة يعني مستوحى من حياتنا على السوشيال ميديا يعني هذا الفصل بس اتكلم فيه على الجملة الشهيرة بتاعت اتدرينا ما هو الوطن يا صفية وبسأل اللي بيقرأ الكتاب هل انت عارف مين صفية هل عارف مين اللي بيكلمها هل عارف الصياق اللي يخليك كل ما تبقى متضايق او محبط تستخدم الجملة دي تستخدم الجملة وهذا الفصل كان اصلا مشروع كتابي يعني ان احنا الناس تكتزئ مقولات كثيرة وانحنا مش عارفين نجيب محفوظ دي قالها امتى ولا ديستوفيسكي قالها امتى ما دي ثقافة الالسنة اشتركوا في القناة